بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تبارك وتعالى بجميع محمده وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعون بأحسان إلى يوم الدين وبعد مرحبا بكم أحبتي في الحياة مع الله جل وعلا والمعايشة الذكية مع أسمائه الحسنى سبحانه جل وعلا وهي إحدى الأسباب لصلاح قلوبنا بإذن الله تبارك وتعالى لنزداد له سبحانه وتعالى إخلاصا ويقينا وتفكرا في مخلوقاته وخشوعا ومراقبة وورعا عن منهياته وتوكلا ومحبة ورجاء في رحماته وخوفا وصبرا ورضا بمكسوماته وشكرا وغيرة وتوبة وحياء لذاته جل وعلا وهذه هي أعمال القلوب يعني أيها الأحبة من بداية إخلاصا ويقينا كل هذه من أعمال القلوب الإخلاص واليقين والتفكر الخشوع المراقبة الورع التوكر المحبة الرجاء الخوف الصبر الرضا الشكر الغيرة يعني الغيرة لحرومات الله تبارك وتعالى التوبة الحياء لذاته جل وعلا أو الحياء مع الله سبحانه وتعالى كل هذه إن شاء الله تبارك وتعالى من أعمال القلوب وهذه يعني أظن يتحصل عليها بفضل الله تبارك وتعالى بالمعيشة مع أسمائه الحسنى سبحانه جل وعلا يعني مثلا مع اسم الله تبارك وتعالى الرقيب هذا يورسك المراقبة لله تبارك وتعالى وكذلك يعني الإسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم يجعلك ترجو رحمة الله تبارك وتعالى وهكذا إن شاء الله جل وعلا فأكيد إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه العبادات القلبية وبالمعيشة مع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنة نزداد محبة لله تبارك وتعالى ويعني تنمو فينا هذه العبادات القلبية بإذن الله تبارك وتعالى فازة وسعدة من حصلها لمرضاتي وإن شاء الله تبارك وتعالى أعلمكم أيها الحبة أننا سنعيش لحظات مباركة ونحن نتأمل ونتفكر في أسمائه الحسنة جل وعلا ومن كان بالله أعرف كان له أعبد وأتقى إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن نزداد علما وقربا وطاعة وتضرعا له جل وعلا إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الرسائل تنزل بصفة يومية على صفحة الخاصة على الفيس باسمه شام حيضرة إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أرجى المتابعة والتسجيل حتى ولو بتم مثل هذه الأشياء والمشاركة أكيد هذا إن شاء الله يجعلنا نستمر بفضل الله تبارك وتعالى عندما أجد هذا الحرص من حضراتكم هذا والله تبارك وتعالى من وراء القصد وللحديث البقية مع الرسائل اليومية فتابعوا معنا أيها الأحبة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته